السلام عليكم البنات اليوم سوف نصاب معكم الفيتين الفيتين ماشاء الله يخرج كمية كبيرة كمية كبيرة سوف نضيفه في الصابلي لانك يعطي قرمشة لده ماشاء الله تكون جيدة و لا يوجد ضغية لا يطلب وقت كثير وتبعه مع المراحل الى الاخر سوف نضيف المقادير ان شاء الله هذا هو الفيتين لدي جوج ابيض البيض جوج مع كبار دياسكا غلاسي يعني ربع كاس لدي كاس اللاروب مع مرش الفورس وعندي فانيا وعندي جوج معلقة كبيرة عفون دياسكا غلايينة ونبدأوا بالنواع نغرب لهم اولا ونغرب التقيق مع السكا غلاسي ونضغطو على الكوارات باش يبطو نزيدو تلسى الشيدي الفاني ونضيف تلسى الشيدي الفاني ونضف المقادير ونضيف هذه الضبدة نضافه زبدة ونضيف المقادير البيض. نخلط هذا العناصر مزيان. حصلت على الخليط على الشكل هذا. الزبدة. اخذت ورق الزبدة. فرشته على الطاوة. سوف ندرك العجن لتبقى رقيقة. مهم انتم لا تفعلها بشي حاجة. لكن عندكم متوفرة في الدرس. انا سوف ندركها بالفرشي تاركاية. مهم سرحة رقيقة ونطلقها معكم. انتم البنات سرحت العجن بعدي. جاتني الطبقة اني قدرتها رقيقة. لا تكتبين الكاميرا مزيان. مهم سهلت العلية العملية ضغية. ضغية صرحت بها عندما سوف ندرك سميته في الفران. العافية من تكون مهيلة. طبقة رقيقة اني ما ارشو كتبها لكم. اني ماشي قاعد رقيقة بزائب. ونطلقها في الفران. وهذا هو الفيتين ديادين بيد مطاب. فصار حاجر طبقة مقرمشة. عندما تشوفو بسهولة تحيد من الورق ديال الزودة. طبقة نحيدو نديرو بشيء ايناء. ونعود طبقة الاخيرة اللي بقتلية. حيث انا عندي الطبقة كبيرة. ونقوم بتحديد طبقات. عندما تشوفو كنتم لنا تهمو الطريقة. يعني جمقا مش روعة ما شاء الله. هنكمل الخلق اللي بقالية. وده بارين نسرح الطبقة اللي بقتلية فوق الورق. ايه كنستعملو نفس الورق اللي استعملها في اللولا. يعني ما كيضايش. وده بارين غنضي راوتاني طيب. هذه هي لك الطبقة الاخيرة اللي بقتلية. اخرج طبقات. بصراحة يجي مقرمش. وده سخون. وهذا هو الفيتين ديالي مبعد ما كملتوا بطياب. بصراحة جارة واعره ما شاء الله. احسن لك اختي تصوي في الضار حسن منك تشريعي من زنقة امين ما فيهش الخدمة ما فيهش انه يطلب منك شي وقت كتير او ضغياء قسمين كتصوي به تبارك الله وكاد خرج ديك تحصل على نتيجين يزوينا ما شاء الله وكنت منك تجربوه ان شاء الله ويجبكم والسلام عليكم